بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا وبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاته وكان ذلك عند الله فوزا عظما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظلن السوء عليهم دائرة السوء وغذب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتغفره وتسبحه بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجانا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وظننتم ظن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء وكان الله غفورا رحما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها يذرون أن اتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قرر الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قمهم قلي بأس شديد قلي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله اذخن جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة إن تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه ركفة بأن نافعكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولهم الأدبار ثم لا يجدون وليا وريا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بم بعد أن أغفرتم عليهم وكان الله بها تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المصيد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم بمعرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العزبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهنية حمية الجاهنية نزل الله سكينته على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المصيد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصنين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من عدون ذلك فتحا قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وعشده وعلى الكفار وحماه بينهم ترام ركعا سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شدعه فآدرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتهم وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا وَبِيْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ وَمَا تَقْدَّمَ مِنْ ذَنِّكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُطِمَّ نِعْمَةً وَعَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصَرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظل من السوء عليهم دائرة السوء وغذب الله عليهم ولعنهم وأعدى لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتغفروا وتسبحوا بكرة واصيلا سن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجان عظيما سيقول لك المخلفون من الأعرام شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وظننتم غن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها يذرون أن اتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قرر الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يحبكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعلما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم اللهم غانم كثيرة إن تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه ركفة إيدي أن نافعاكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا وليا ولا نصيرا ثمة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بمبعديا أغفرتم عليهم وكان الله بها تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المصيد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العذب الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأن ينزل الله سكينة وعلى رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحا قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه عشدا وحماه على الكفار وحماه بينهم وحماه بينهم ترام ركعا سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وررهانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شدعهم فهدرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتهم وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا وبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظل من السوم عليهم دائرة السوم وغذب الله عليهم ولعنهم وأعدت لهم جهنم وساء وساء مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن نا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وترقروا وتسبحوا بكرة واصيلا سن الذين يبايعونك إن إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفل بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجانا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعرام شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم إلى أهليهم إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وغننتم وغننتم غن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسولي فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء وكان الله غفورا رحما يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها يذرون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم قل بأس شديد قل بأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يحبكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله اذخنه جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكفا إيديا منافعاكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجدد سنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بمن بعديا أغفركم عليهم وكان الله بها تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المصيد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العذب الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأن ينزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الوأي بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحاها قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشده وعلى الكفار وحماه بينهم ترام ركعا سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التغرات ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شدعه فهاجرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغذبهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا وبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته وتعو عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظل من السوم عليهم دائرة السوم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدى لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والقرب وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتغفره وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجان عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل غننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون وفمنون إلى أهلهم إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وغننتم وغننتم غن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسولي فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذم من يشاء وكان الله غفورا رحما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها يذرون ينتبعكم يريدون أن يبتلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم قلي بأس شديد قلي بأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يحبكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرجوا ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله ادخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله وكان الله عزيزا حكيما وعدكم اللهم غانم كثيرة إن تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم فعجل لكم هذه وكفا إيديا نافعاكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا وليا ولا نصيرا ثمة الله التي قد خلت من قبل ولن تجدد سنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بهم بعديا أغفركم عليهم وكان الله بها تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العذب وَالْلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَذِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِ وَالْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِنِيَةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِنِيَةِ فأنيزل الله سكينة على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فاجعل من عدون ذلك فتحاها قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداه على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شتأه فهاجرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغضبهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا وَبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِّكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصَرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ضمن السوف عليهم دائرة السوف وغذب الله عليهم ولعنهم وأعدت لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتغفروا وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجانا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل غننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وغننتم غن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء وكان الله غفورا رحما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبتلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قهم أولي بأس شديد أولي بأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يحطكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعلما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ركفا وإذ ينافعكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولهم الأدبار ثم لا يجدون غريا وريا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجدد سنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بمن بعديا أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخن الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العزبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأن ينزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحا قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشده على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعين سجدين يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شدعه فآجرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به من الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتهم وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا وبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاته وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظل من السوف عليهم دائرة السوف وغذب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتغفروا وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجان عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وظننتم ظن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء وكان الله غفورا رحما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها ذرون أن اتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قهم قلي بأس شديد قلي بأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يحبكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعلما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله وكان الله عزيزا حكيما وعدكم اللهم غانم كثيرة إن تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكفا إيديا لما فعاكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولهم الأدبار ثم لا يجدون غليا وريا ولا نصيرا ثم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن ينتجد لسنة الله توديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بمن بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العذب الذين كفروا منهم عذابا أريما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية دفعا نزل الله سكينة وعلى رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصنين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحا قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه واشده وعلى الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا من سجد يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وررغانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شتئهم فآجرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغضبهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتهم وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا وبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاته وكان ذلك عند الله فوزا عظم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظل من السوء عليهم دائرة السوء وغذب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساء مصيرا ولله جنود السماوات والقرب وكان الله عزيزا حكيما إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتغفره وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجانا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء وكان الله غفورا رحما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها يذرون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم قلي بأس شديد قلي بأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يحطكم الله أجرا حسنا وإن تتولوت ما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله يدخل جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكفا إيديا منافعاكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولهم الأدبار ثم لا يجدون وليا وريا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن ينتجد لسنة الله توديلا وهو الذي كفى عيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بمن بعديا أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العزبنا الذين كفروا منهم عذابا أذيما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصنين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحها قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يرهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداه على الكفار وحماه بينهم من تراهم ركعا من سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شتئهم فهاجرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم القفار وعد الله بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا وَبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَغْدَّمَ مِنْ ذَنِّكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظل من السوم عليهم دائرة السوم وغذب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتغفروا وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجان عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما لنس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وظننتم ظن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذم من يشاء وكان الله غفورا رحما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قهم قل لبأس شديد قل لبأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يحطكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه الكفاء بأن نافعكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولهم الأدبار ثم لا يجدون غليا وريا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن ينتجد لسنة الله توديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعديا أغفرتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فانيزل الله سكينة على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصنين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحا قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يرهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وعشده على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا من سجدين يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وررانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التغرات ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شتأهم فاجرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا وبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظل من السوم عليهم دائرة السوم وغذب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والقرب وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتغفروا وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعون يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق عيدهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه أجان عظينا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء وكان الله غفورا رحما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبتلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قرر الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قم قل بأس شديد قل بأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرجوا ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسولا يدخلوا جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعلما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله وكان الله وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه الكفاء بأن نافعكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولهم الأدبار ثم لا يجدون وريا ولا نصيرا ثنة الله الذي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العذب الذين كفروا منهم عذابا أذيما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأن نزل الله سكينة على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصنين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من عدون ذلك فتحا قريبا هو الذي عنسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الله والذين معه وعشده على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا من سجدين يبتغون فرلا من الله وررؤانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كذبع أخرج شتأهم فآجرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغذبهم الجفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا وبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تعفر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين المؤمنين ليسدادوا ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظلم السوم عليهم دائرة السوم وغذب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والقرب وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتغفروا وتسبحوا بكرة وعصيلا إن الذين يبايعونك إن ما يبايعون الله يد الله فوق عيدهم فمن نكث فإن ما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجانا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما لنس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم غرغا إن أراد بكم غرغا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل غننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وغننتم وغننتم غننتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذم من يشاء وكان الله غفورا رحما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قرر الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قم قلي بأس شديد قلي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله ادخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة إن تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكفا إيديا نافعاكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولهم الأدبار ثم لا يجدون غنيا وريا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بمبعديا أغفركم عليهم وكان الله بها تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العذبنا الذين كفروا منهم عذابا أذيما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فانزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصنين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحها قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق ليرهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وعشده على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التغرات ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شتأهم فاجرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا وبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالمين بالله ظل من السوء عليهم دائرة السوء وغذب الله عليهم ولعنهم وأعدت لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتغفره وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق عيدهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجان عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون أؤمنون إلى أهلهم إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وظننتم ظن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء وكان الله غفورا رحما يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها يذرون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قرر الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قهم قل بأس شديد قل بأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله يدخلوا جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكفا إيديا نافعاكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولهم الأدبار ثم لا يجدون وليا وريا ولا نصيرا ثم سنة الله الذي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العذب للذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأن ينزل الله سكينة على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة البقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصنين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحها قريبا هو الذي عنسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه عشده على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وررانا سيماهم في وجوعهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التغرات ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شتئهم فادرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا وَبِيْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَغْدَّمَ مِنْ ذَنِّكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصَرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظل من السوم عليهم دائرة السوم وغذب الله عليهم ولعنهم وأعدى لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتغفره وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق عيدهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجان عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء وكان الله غفورا رحما يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها يذرون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قرر الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قم قل بأس شديد قل بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرجوا ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله يدخلوا جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعلما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة إن تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه ركفة أيديا نافعاكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولهم الأدبار ثم لا يجدون وريا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بها تعملون بصيرا هم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إِلْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِ وَالْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجاهِنِيَةَ حَمِيَّةَ الجاهِنِيَةِ فَانِنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا وَكَانُوا وَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّؤْيَا بِالْحَقُ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّنِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلْمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحَا قَرِيبًا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وعشده على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعهم سجدين يبتغون فضلا من الله وررهانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التغرات ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شتأهم فآجرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا وبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إذ ظالمين بالله ظل من السوم عليهم دائرة السوم وغذب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتغفره وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق عيدهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجان عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وظننتم ظن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء وكان الله غفورا رحما يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها يذرون أن اتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قرر الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قهم قل بأس شديد قل بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله ادخلوا جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعلما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكفا إيديا منافعاكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفرون لولهم الأدبار ثم لا يجدون وريا وريا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجدد سنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معروفا معروفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العذبنا الذين كفروا منهم عذابا أذيما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنيزل الله سكينته على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحها قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه عشدا على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شدعهم فآجرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا وَبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِّكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيْتِمَّ نِعْبَةً عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصَرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظل من السوم عليهم دائرة السوم وغذب الله عليهم ولعنهم وأعدت لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتغفره وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق عيدهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجان عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وظننتم ظن السوم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء وكان الله غفورا رحما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها يذرون أن اتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قهم قلي بأس شديد قلي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله ادخلوا جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا فمغالم كثيرة يأخذونها وكان الله وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكفا إيديا نافعكم ولتكون آية فعجل للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفرون ولهم الأدبار ثم لا يجدون وريا وريا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بها تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العذب الذين كفروا منهم عذابا أذيما إل جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فانيزل الله سكينة على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة البقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحا قريبا هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه عشدا على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شتؤه فادرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا وَبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِّكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيْتِمَّ نِعْبَةً عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصَرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظل من السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتغفره وتسبحوا بكرة واصيلاً سن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق عيدهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجان عظيماً سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وظننتم ظن السوم وكنتم قوماً منذوراً ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيراً ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء وكان الله غفوراً رحماً فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قم قلي بأس شديد قلي بأس شديد تقاتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله يدخلوا جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذاباً أليماً لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ركفة بأن نافعكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطاً مستقيماً وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً ولو قاتلكوا الذين كفرون فعلوا الأدبار ثم لا يجدون غرياً ورياً ولا نصيراً سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بها تعملون بصيراً هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً معكوفاً أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا العزبنا الذين كفروا منهم عذاباً أذيماً إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فانيزل الله سكينته على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من عدون ذلك فتحاً قريباً هو الذي عسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً محمد رسول الله والذين معه وعشده على الكفار وحماه بينهم ترام ركعين سجدين يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من الله وردواناً سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التغرات ومثلهم في الإنجيل كذبع أخرج شتؤهم فآدرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم القفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته وأجراً عظيماً